تحظى مدينة الحلة في محافظة بابل بسجل تاريخي ثري وعريق بعراقة المدينة ورمزيتها ويعد هذا المكان أحد الشواهد الحية على تاريخ المدينة متحف الحلة المعاصر الذي افتتح رسميا عام 2014 ليمثل ذاكرة مدينة الحلة ورجالاتها وكانت بناية المتحف مقرا لمتصرفية لواء الحلة منذ عام 1930 كما كانت مقرا للعديد من دوائر الدولة السيادية والخدمية آنذاك استكنت هذه البناء عدد دوائر منها متصرفية لواء الحلة محافظة بابل قيم مقامية ضريبة خزينة آخر شيء استقر بها متحف الحلة المعاصر قرار عشرة للسنة 2000 وعشرة قانون الآثار 55 للسنة 2002 وافدون كثر من داخل وخارج العراق جاءوا إلى المتحف ليتعرفوا على أهم ملامح تراث المدينة وشخصياتها البارزة هناك وفود من داخل وخارج العراق داخل العراق الكثير من الجامعات والكليات تعمل سفرات علمية وكذلك المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية سجلنا حضورا كبيرا جدا في فترة ما قبل كورونا قد تصل إلى عشرات الآلاف من الوافدين هنا قاعات مهمة أيضا لشخصيات حلية أمثال البصير أمثال سامي سعيد الأحمد لوحات شرف مهمة لأهم الشخصيات على مستوى كافة المعرفيات ومن بين أبرز أقسام متحف الحلة توجد المكتبة العامة المحلية التي تحوي رفوفها مجموعة متنوعة من الكتب في جميع مجالات المعرفة طلعت منها كتب أكثر من عشرين تلافين هي فرصة لزائري محافظة بابل للذهاب إلى متحف الحلة والتعرف على جزء من حقبة تاريخية معاصرة ترجمة نانسي قنقر